اشتركوا في القناة 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 لماذا؟ لأن البخاري اراد ان يعلق الناس بحديث النبي عليه الصلاة وهذا الكتاب كتاب متخصص في الحديث وهذا الامام هو بخاري في زمان اراد ان يعلق الناس بالكتاب والصنة وهذا هو هو التوحيد نعم هذا قول القول الثاني ان كتاب التوحيد عندما قال المحلف محمد الله تعالى كتاب التوحيد هذا كل مقدمة الكتاب علم المقصود من هذا نعم الثالث قول الثالث انها سقط في بعض النسخ وجد في بعض النسخ البسمة والحمد الأصاع على النبي عن الصلاة قول الرابع هذه الابوض الخمسة هيك المقدمة الكتاب على مسأتي معنا المؤلف محمد الله تعالى بعد هذه الابوض الخمسة في باب تبسر التوحيد قال الله شرح هذه الترتيمة ما بعدها من الابوض يعني الى نهاية الكتاب الآن أشرح لك التوحيد الذي يهجب عليك وعرفت فضله ولابد من التحقيق والخوف من ضده والدعاء إليه خذ التوحيد منهوها إلى نهاية الكتاب على مساة اعتماع إذن نقسم الكتاب أو نفهرس الكتاب من عشر متأسا والله أعلم حتى يضبط الكتاب مقدمة تحتمع على خمسة أروا القسم الثاني تفسير التوحيد أراد أن يفسر وبين لك التوحيد لكن المؤلف محمد الله تعالى فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء وسيأتي معي في هذا الباب في باب تفسير التوحيد بيّن أنواع الشرف الأكبر وبين الشرف في الوقاء وفي التماء وفي الذبح وفي غيره هذا القسم الثالثة هذا القسم الثالثة أراد أن يأتي بالأدلة والبراهيم على بطنان عبادة ما السفرون أنه لا أحد يستحق العبادة فإن الله للنبي عليه الصلاة والسلام إذن غيره ببع ولا الملائكة ولا الصالحين ولا غيرها هذا في القسم الثالث في القسم الرابع كأنه ساعد يسأل المؤلف رحمه الله تعالى يقول نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمان ونصح الأمة وظل وإجاهده لله قدر لماذا يقع الشرف الأمة ما السبب لابد نعرف لنسباب حتى نشتري لماذا يقع الشرف الأمة بعد هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من فضل الله ومن نعمة الله أن هذا الدين كون لماذا يقع الشرف الأمة ذكر في القسم الرابع أسباب بقوع الشرك في الأمة أو أخطر الأسباب. ثم المؤلف القسم الخامس بيّن الرد أو دحف حجة من يقول أن الشرك لا يفع في الأمة. ظهرت فتنة في زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقال للشيخ إذا أردت أن تعلم الناس التوحيد علم الناس التوحيد خارج الجزيرة. أو أن الشرك لا يقع في الأمة. إما أن الشرك لا يقع في الجزيرة أو لا يقع في الأمة. هذا الذي موجود في الجزيرة وفي غير الجزيرة. وقع الشرك وقع حين القبر. قالوا هذا ليس من الشرك. فرد عليهم بالقسم الخامس دحف حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. ثم أنا المؤلف على ما تقدم معنا. دائما في أول كتب يجمع لقوح. ثم بعد هذا الفصل. القسم السادس الأعمال الشيطاني أراد أن يبين لك أن الشيطان يريد أن يوقع النالس في الشرك. كيف؟ بطرق منها السحر على ما سيأتي مع الأعمال الشيطاني والكهان والتطيير والاستسقاب الأنوار. هذا سيأتي بإذن الله تعالى في القسم السادس. قسم السابع أعمال القلوب. وستأتي بإذن الله تعالى. ثم جاء في القسم الثامن بالأسماء والصفات. فقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ركز على توحيد الألوهي. لكن لم يتجاهد الحبوبية والأسماء والصفات. وهذا القسم أي توحيد الأسماء والصفات. هذا من أشرف العلم. تعرف على الله. وحتى ندعو الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. حتى لا نقع في ما وقعت في الفرق الضال. وهذا يسأتي بإذن الله. القسم التاسع هذا أطول قسم في الكتاب. فصل فيه مؤلف. ذكر فيه المناهي اللغضية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. وركز المؤلف رحمه الله تعالى فيه على الشركة الأسرق وعلى كف النعمة. وقليله من عبادي الشكور. ثم المؤلف رحمه الله تعالى ختم بباب ومن قدر الله حق قدره. وهذه الخاتمة. من يعيد لي هذه الأبواة؟ الأقسام العشرة. نعم. نعم. القسم الأول؟ المقدمة. المقدمة. وهذا هو درس اليوم بإذن الله. المقدمة هذه تحتوي على أبواب خمسة. الباب الأول. طلحنا أن نسميه باب وجوب التوحيد. والباب الثاني فضل التوحيد. وتحقيق التوحيد والخوف والدعاء لشهادة أن لا إله. هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة والمؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه. إما أنه اكتفى بهذه الأبواب الخمسة أو اكتفى بالترجمة كتاب التوحيد ودلع المقصود. أو سقطت من بعض المساخ لأنه وجد في بعض المساخ الحمدل والبسمة والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أو أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة وهذا هو التوحيد كما علق الإمام البخار الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. القسم الثالث تفسير التوحيد. أراد أن يفسر لك التوحيد وبين لك التوحيد لكن بين التوحيد بضده. وبضدها تتابين الأشياء. ثم في القسم الثالث أراد أن يأتي بالأدلة والفراهين على بطنان عبادة ما السلحة. بين بطنان عبادة النبي صلى الله وعبادة ما صلى الله وعبادة الأسلام وعبادة الملائكة. وكذلك الهداية وعبادة التوفيق أن لا يملكها أحد إن الله. وكذلك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. ثم في القسم الثالث يسأل المؤلف. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمان ونصح الأمة وبلغه جاهد في الله وكذلك. لماذا يقع الشرك في الأمة؟ حتى نشتري هذه المسألة. حتى لا يقع فيها. فبين بهذه الأموار. أشباب الكفر بل أخطر الأسباب. ثم في القسم الخامس. دحف حجد من يقول أن الشرك لاقع في الأمة أو الجزيرة أنه ظهرت فتنة ورد عليه. والسادس أعمال الشيروانية. السابع أعمال القلوب. الثامن أسماء الصفات. والتاسع مناهن النقلية. ونفاط الشركية بعض الشركيات. والعاشر الخاتر. نعم. 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 الأول. المقدمة. الثاني. تفسير التوحيل. الثالث. هل أدلنا البراهن على بطوة عبادة مسؤولة. الرابع. سابع الشير. سابع الشير. نعم. الخامس. دحف. أحجر من يقول أن الشيك لقع في الأمة في الجزيرة السادس. الشيطاني السابع. أعمال القلوب الثامن. أسماء الصفات. التاسع مناهن النقلية للحاضر الشركيات. ومن الشركيات العاشر الخاتر. إذا أردت أن تؤلف كتابك. لابد أن تكون لك طريقة في التأليم. تنظر. إذا أردت أن تكون أحدين وعراءهم أن أفكر في كلها كتابا. يُكتب عليهم اسمه العالم. رباني. أسد المنابل. الفطيب المسقى. كذا كذا. حقق ونقح وصحق. أقرد بحديث وأعلق عليه وكذا. ووضع السوق بالسنفولات ولا ندري أن الخطيب وغير قلنا أن من ألف فقد وضع عقله على الضرب يعرضه على الناس فهذا التأليم يعني يحتاج إلى أول معرفة طريقة التأليم والكتاب يكون من ما أن يكون مثلا لابد لهم يقدمة وصنب الموضوع وخاتمة ولابد أنه في التأليم يسير على طريقة واحدة لا يصح أن يخرج حديث في أول كتاب وبعد هذا يأتي حديث آخر ولا يخرج لابد أن يخرج حديث ويخرج عن التخطيب واحد مثلا مثلا أمور في التأليم فلحنا نريد نحعي الطريقة في الشرح هذا الكتاب كيف نشرح الكتاب نريد أخواننا في الشرح هذا الكتاب أن نسير على أن نذكر التعريفات والتقسيمات التعريفات والتقسيمات ومرة التي أرادها المهلمة مثلا أن أتينا التطيب والتعريف التطيب والتشاوم بمرة أسموع ومعلوم بزمان وكهر التقسيمات يأتينا مثلا نذر نذر القسم إلى قسمه نذر للباب ونذر غير وعلىها تعريفات التقسيمات هذا مهم ثم نريد أن نعرف أو نضبط بين الأمواب والكتاب وبين الآيات والأحاديث والباب الآيات والأحاديث ترتبط مع الباب والباب ترتبط مع الكتاب إذا نفترض الكتاب بأكملة مثال باب ما جاء في المصور باب ما جاء في المصورين هذا الباب ليس له علاقة من كتاب التوحيد قد يقول قائد فما علاقة هذا الباب وكتاب التوحيد لابد أن نربط بين الباب والكتاب نعم يأتي بالآية والحديث باب لا يذبح لله وكان يذبح فيه لغير الله طيب هذا كلام جميل وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا سبحان الله لا تقوم فيه أبدا ما علاقة هذه الآية بالباب باب لا يذبح لله وكان يذبح فيه لغير الله لا أبدا نعلم لأن قد يأتي إنسان يقول هذا خضم بعض المسا صح نعم طيب وبهذا يرتبط الكتاب إذن الطريقة في الشرح تعريفات تقسيمات ربط الآية والأحديث في الباب ربط الباب بالكتاب يرتبط الكتاب بالأخبار مفهوم يعني المناسبة التي أوردها المؤلم رحمه الله تعالى أورد يعني هذا الذنب وما الشاهد منها بعد هذا شرحات كثيرة لكتاب التوحيد طريقه في الدراسة لا يصرح أن يأتي هذا الأخ ويدرس كتاب التوحيد من شرح الشيخ بن عثيمي رحمه الله تعالى وشرح بن سعد رحمه الله وشرح حاشة بن قاسد وشرح الشيخ صالح للشيخ حفظه الله وشرح الشيخ الفوزان حفظه الله وشرح فلا 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 يتشتد هذا يعطي تعيب وهذا يعطي تعريف آخر وهذا يعطي تقسيم وهذا أهد من هذا التقسيم الأول يعطي تقسيم جديد بهذا لا يخرج بفائد مثل الذي يريد دراسة الفقه فقه مقارنة ما يستطيع ما يستطيع أضطر مساء ولا على هذا ساء السلام فماذا تصنع الآن تأخذ شرح واحد ووجحنا شرح الشيخ بن عثم رحمه الله تعالى القول المفيد لماذا لأن هذا الكتاب القول المفيد هو في الحقيقة تفريق لدروس الشيخ نعم هو فرع وبعد هذا راجع الشيخ تفريق لدروس الشيخ رحمه الله فالشيخ رحمه الله درس هذا الكتاب ولحب هذا لنريد نريد شرح يكون كالدرس لقناة وهناك فرق بين الكتاب مفرر من الدرس وبين الكتاب المؤلف للتأليم لذلك لا تسمع مثلا هناك بعض الكتب لا تسمع أن أحد درس هذا الكتاب وكتب معروفة أنها تصلح للدراسة صحيح نعم فنريد أن نعتمد القول المفيد على كتاب التوحد خلي الله يا أخي نحن كنا متهدي ولا علم ولا علماء ولا كتب ولا غير ولا غير ولا غير لا تتعلم عدم الحف وعدم كذا وعدم كذا وعدم كذا يا أخي طالب العلم في كل مكان يكون طالب إذا طالب العلم في سوريا بإذن الله يطلب العلم في تركيا في السعودية في كل مكان لكن إذا لم يطلب العلم في سوريا لن يطلب العلم في أي مكان إلا لشأن فأنت عيش واقعك عيش يومك أنت الآن وانت تعرف أن هناك ناس عندكم طلب العلم صح على الضغط من هذا بل طلب العلم في السي لنعم شاني يوم طالب من ليبي يعني لذاك السعود أيام القذاب فشاني قال أريد درس عندك قل طيب أنت تعرف الشر احفظوا تعال ممثلا بكم أمر لله وانا وقعنا بس الله اللعنة قل تحفظوا تعال قال احفظوا تحفظ المتوب سورة ثلاثة أو أربعة كتاب التوحيد الواسطين قال أحفظ كل هذا وزياد أنا أحفظ ولله الحمد كتاب التوحيد مع القول المفيد والله يحفظ القول المفيد والله يأخذ دفتر ويكتب لي القول المفيد قل تعال درسلي قل تعال أنت درسلي ليش تحفظ القول المفيد قال أنا في بلادي لا أستطيع أطفل مسجد ولا أكلم أحد ولا أدرس على أحد وليس هناك عندي الآن ترلت ولا غير وجدت هذه الكتب قلت أنا دور اليوم أحفظ وبإذن الله أنا أحسن أنه أجد يوم من الأيام من يشرح لي هذا الكتب والحمد لله وجدت والله أنا أحتار عندما أصح من الأختباء أنا أحب أصح يكتب لي كلام الشيخ العثمير رحمه الله تعالى كلام إلى هذا طالب علم هذا طالب علم في ليبي بعد الطلاب هدان الله يقول اسمه طبعا اشترك قال أنا لا أستطيع أطلب العلم في سوريا طيب أين قل لابد روح إلى موليتاك يظن المسكين أن موليتاني الجهاز يدخل في الطالب من هنا جاهل يطلع من هنا شيء خلص ممكن مرتاب المرتاب جاهل أو يقول طيب يسافر المرتاب ينظر في حل قال لا ما يصرح هذا المكان ليس المكان للطالب ليش قال والله يعني كان الأماكن يعني غير نظيفة وكذا والشيخ تحت الشجرة يدرس وكذا لا ما قلت هنا أين قال أوليد المدينة طيب يسر الله وجد المدينة جاء مدينة ادخل المدينة واجدت قال لا يعني ما يمكن أطلب العلم لماذا قال لي يا أخي رفاهي التكييف والأكل والشرب لا أنا أريدها أنا أريد تكريه فقبل العلم هذا إلا إن شاء الله صحيح والبعضيات للشيخ قال يسمح أنا ما أريد أتصر أحوال ثلاثة قواعد أربع مهمة حتى واصل لي ليست لي ما تصرحي تصرح ليها أولا أطفال أوليد حموية تدمرية لنعم طيب تسألوا عن الإيمان عند أهل السنة تعريف والله ما يجيب فأخوانا طريقة السلف كان الواحد السلف يأتي للعالم يأخذ ما لديه من علم يجازق ثم بعد هذا انتقلي للأرض أنت الآن لو شرت على هذا الطريقة أخذت كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رعكفت عليه ماذا تكون تكون بن عثيمين ثاني أما يقرأ الشرح بن عثيمين في المصرة الثلاثة رحمه الله وشرح صالح على الشيخ القاعد آخر حقه الله وشرح الشيخ الفوزان حفظه الله لكتاب التوحيد وشرح الواسطية لهالراسة وكذا في النهاية تجد ليس عنده شيء ليه نعم تختلط عليه المهم ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة وفى ترادف العلوم من منعجا انتو أمان استبقى قال يخرج وفى ترادف العلوم يعني جمع بين علمين يجمع بين علمين وفى ترادف العلوم من منعجا من العلماء منعجا انتو أمان استمقى الخروج من بضل المهم لا يخرجه لابد يخرج الأول وما يخرج الثاني هذا يحفظ القرآن ويحفظ البلوغ ويحفظ كتاب التوحيد يحفظ القرآن في كل يوم تحفظ تحقيق ستة أشهر تنتهي تنتقل إلى كتاب التوحيد تنتقل إلى بلوغ القرآن والحمد لله وبالعليم وهذا تسي أما يحفظ منا ويحفظ منا ويحفظ منا إذا الشرح المعتمد الشرح المعتمد في سورة الثلاثة تقدم معه حاشة من قاس من رسولة الثلاثة حاشة مباركة سورة واضحة يعني ليس هناك فرق بين كلام الشيخ بن عثيمين رحمه وتعالى وما في الحاشة ولا أشتاع قول مفيد ليس لديك نسخة وليس لديك متنة هذه أعداء غير مقبولة الله لو أراد واحد منكم الزواج فتح كل الأبواب بالقومة صح؟ هدف يحققه يحقق أم في العلم؟ لا وهذه مشكلة الطلب في هذه الأيام بعض المشارف عندنا يقول يقول والله نبحث عن طلاب ما وجده فأعطيني طالب وقال شيخ يريد درس عليه قال أهلا وسهلا قال أشيخ متى أن تفعله؟ قال كل وقت اختار الوقت اللي تحب قال طيب إن شاء الله أعتيك بعد المصر قال أهلا وسهلا يا شيخ أي فن ندرس قال اختار الفن اللي تحب وأنا أدرسك قال طيب يا شيخ اختارنا في الحديث أريد أن تدرسين في هذا قال طيب قال أين كتاب؟ قال اختار الكتاب اللي تحب قال اختارت قال أين نسخة؟ قال أنا أشتري هذا تظن أنه هذا الطالب يأتي في أول يوم؟ تفق عليه؟ لا طبع معروف في الغالب تجد العلماء علماء فقرة يعني أطلب العلم الزوم بعد الأربعين أطلب العلماء طيب أين استطاع الحمد لله أتزوج أين استطاع؟ يا أخي لماذا يشوش على نفسه على آخر؟ صح؟ يطلب العلماء خير منه يا أخي القول المفيد القول المفيد على شرح كتاب التوحيد نبدأ من يحفظ كتاب التوحيد؟ يحفظ كتاب التوحيد كامل وحفظ كتاب التوحيد كامل وحفظ كتاب التوحيد كامل يا أخي مطارس جاس يوم أننا ندرس بمجرد القول المفيد وحفظ كتاب التوحيد وحفظ كتاب التوحيد وحفظ كتاب التوحيد لكي نستطيع أن تقوم بسرعة لكن هذا زميري هو حداد قال بسم الله يقرأ فأخذ يقرأ ما شاء يعني لم يكن يعني يعني يعرف سنقرأ في هذا اليوم كان عند الشخ من عدين الله رحمه تعالى رجل كفر السن إلى يعني حصر إشكاله النساء قال إنتي بفلة يأتي ولقرأ من قول مؤلم قال بسم الله حددنا الصلاة والسلام على رسول الله ويا سر الأستاذ سأل الطالب عما سأله الطهارب قلت له فقال الطالب بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله كتاب الطهارب بغنياهم يا ثلاثة طهور طهر النجس فيما الطهور سرد عن الكتاب كان ثم قال لي يا أستاذ أخذ ما شئت ودعم ما شئت نعم 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 كتاب التوحيد أخذنا التوحيد وعطفنا التوحيد ومع التوحيد الثلاثة وقلنا هذا أدمع مقصود أردنا أن نبوّب لهذا الباب باب أو باب وجوب التوحيد نعم لأنه تنظر في الأدلة تجدها ستجتمع في هذا ما الأدلة على وجوب التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى والعبادة هي التوحيد على ما تقدم معنا وغير هذا من الأدلة من يذكر للأدلة على وجوب التوحيد وعبدوا الله أي وحد الله ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشب نبي أروالي أرجني أصالح أو ما كنته وغيره ولقد بعثنا أي والله لقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا ما هذا البعث شرح للآن ما هذا البعث أن يعبدوا أي وحدوا الله واشتنبوا الطاقة وتركنا الشهادة نفي وإفضان وأخذنا الطاقة وتعريف الطاقة من كلام من القيم رحمه الله إن الله لا يحفر ويشرك به فحذرنا الله سبحانه وتعالى من الشب وآهر بتوحيد إذن هذا من وجوب التوحيد أمر رائع ثم جاء بالباب الثاني من يذكر للباب الثاني من أضوار كتاب التوحيد نعم سين التوحيد يا رجل الباب الثاني من قسم الثاني الباب الثاني الباب الأول كتاب التوحيد أشعر الله ترعين وأخلقت الجنة وإنسا من أعبدنا ثم جاء بايبا أجلس نعم باب فضل التوحيد وما يذكر من الذنوب باب فضل التوحيد وكفر من الذنوب سبحانه وتعالى هل معنى هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التوحيد ليس بواجب يقول فضل التوحيد وما كفر من الذنوب لو قال لك قائمة المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب فضل التوحيد قال فيه أن التوحيد ليس بواجب صح؟ صح وخطأ خطأ وليس تنكفتها ودعها نقول أن المؤلف قدم أي باب باب وجب التوحيد وثنى بفضل التوحيد وذكر فضل الشيء لا يعلم الشيء ليس بواجب بل أن من سعة فضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يوجب الشيء ويعطى على الوجود الكثير مثالا من صام رمضان من صام رمضان إيمان واحتساب هل معنى هذا النساء في رمضان ليس بواجب لا بل رقمي أو كم نساء صح؟ نعم إذا الذكر فضل الشيء نعم الشيء ليس بواجب لماذا أتى المؤلف بهذا الباب بب فضل التوحيد ما السبب؟ السبب حتى تشتاء لدراسة التوحيد ولأن هناك من محارب دعم أهل السنة والجماعة لتعليم الناس التوحيد ونشر التوحيد فأتى المؤلف الله يعلم بهذا الباب حتى تشتاء ما هو فضل التوحيد نعم ما هو فضل التوحيد؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا أي خلق إيمانهم بماذا؟ بظلم ما الظلم؟ ظلم ما الشرم إن الشركة لظلم عقل أولئك يرهم الأمر هذا الفضل الآمر لهم الأمر أمن أين؟ أمن في الدنيا وأمن في الآخر وهداية في الدنيا وهداية في الآخر بس الله من فضل إذن من فضاة التوحيد استقرار الأمر والهداء في الدنيا والآخر تكثر الحسنان تكفير السيئات صح؟ سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا نعم طيب إذن هذا هو الباب الثالث باب فضل التوحيد وما كف المنزلون ثم جاء من الباب الثالث باب تحقيق التوحيد أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة لماذا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب؟ لماذا؟ بعد أن ذكر وجوب التوحيد وعرفت أن التوحيد أوجب الواجبات أول واجبات ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق للدراسة وتشتاق لتعلم التوحيد تشتاق لماذا؟ لتعلم التوحيد وإذا ذكر الله وحده مأسة قلوبه الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الذي لا يفرح في درس التوحيد هذا فيه نظر نعم لماذا جاء بتحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد؟ مفهوم؟ بيّن وجوب التوحيد أوجب الواجبات أول واجبات دعوت الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق الآن قال لابد من تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من ماذا؟ من الجنكة الأكبر والأسفل والبدع والمعاصم وتحقيق وتخليص كيف يحقق قلب قول وعمل واعتقاب تحقيق وتخليص من الشرك والبدع والمعاصم والتحقيق يكون بالقلب والسان والجراح قوله عمد واعتقاب كيف نحقق التوحيد؟ عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر لك أول آية ذلك إن إبراهيم كان أمة إن إبراهيم كان أمة أي إمام قدوة اقتدى منه كما قلنا لكم بالأمس أنتم قدوة الآل الآخرين كان أمة قانتا كثير الطعام على الدوام عليهم لله إخلاص حنيفا مقبل الله ولم يكن للمشركين براء من الشرك وأهلك شاكرا لأنعمهم كما أمو ستة أمو أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر قموة ستة نعم وهي أمة أي إمام اقتدامه قانتا كثير اقطع مع الدوم عليه لللا إخلاص حنيفا مقبل الله ولم يكن من شركين براء من الشرك أهلك شاكرا لأنعمهم إذن إذا أردت أن تحقق التوحيد ماذا تصل تقتدي بالله عليه الصلاة والسلام تقتدي بالصحابة رضو الله عليه والذين هم بربهم لماذا يكون إذن تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصر وتحقيق ويكون قول وعمل واعتقاد تحقيق وعند الشيخ محمد بن عبدالبها إجمالا بقرات الباب لو قال لك قال كيف نحقق التوحيد تقرأ عليه ألبا والحمد لله هذة مرة الحمد خذ ما شئت ودع ما شئت اقتداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاقتداء بسادات الأولياء الذين هم بربهم من الأشيكون ترك طلب الرغية والكين والاكتوار لماذا؟ لصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروع التوكل وعلى ربهم أتوكل الباب الرابع لا تتكت نعنى آخر الخوف من الشد لماذا جاء ببعض الخوف من الشد كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده فمن تحقيق التوحيد الدعاء أشادت أن لا إله إلا الله وأورد المؤلف هنا أي آية والذين هم برأة إن الله إن الله لا يكون في رأي جرك به وقال الله تعالى أجنبني وبرية أن نعبد الأصنام ناسر أنه بعد أن ذكر في تحقيق التوحيد إلى الإمام راهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء خليل الرحمن أثنى الله عليه كسر الأصنام بيده بعد هذا يخاف إذا أنت إنبابي أول صح يعني نعم كيف تخاف من الشرك من يعرف كيف نخاف من الشرك الله تعالى نعم بقراءة الباب هذه الزمرة الحكم بقراءة الباب وغيره أولا بدراسة التوحيد والثاني بدراسة الشرك حتى ننقع فيه والثالث بالدعاء هناك بعض الناس لم يقرأ على بابه في يوم من الأيام أن يدعو بهذا الدعاء وجنبني وبرية النعبد الأصنام وهذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرابع يكون أخوص الشرك بالبراءة من الشرك أهل الباب تشعله في جانب وأنت في جانب آخر على ما تقدم معنا قال وجنبني أي لا أرد إجعله في جانب وأنا في جانب آخر مفتوض نعم خاف النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته من الذين قال أخوه ما أخاف عليكم على من على الصحابة إذن خاف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إذن نحن من باب يوم بل خاف عليهم من الرياء أشد من خوفي عليه من ماذا من يعرف وأنا في الحديث نعم فتنة الحسيح الدجاء أصبر الآن الرياء حكم الرياء يا أخي شرك أكبر شرك أصبر الرياء نعم شرك أصبر فتنة الدجاء أكبر الأصبر أكبر الأصبر يا رجل الدعم المبي أكبر تمام لماذا خاف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على صحابة من الرياء أشد من خوفي عليه من فتنة الدجاء مع أن فتنة الدجاء أكبر وفتنة الرياء أصبر لماذا لأن الرياء يبشر في القلب تمام لأن فتنة الرياء فتنة خفية وفتنة الدجاء فتنة ضائل هذا واحد الثاني أن فتنة الرياء في كل زمن وفتنة الدجاء في وقت محدد صلى الله عافية صح نجلس فتح الله عليك إذن المحقق حقا للتوحيد لأبد يخاف من الشرك كيف بدراسة التوحيد بدراسة الشرك بالدعاء بالبراء من الشرك ولأن بعض الناس هدى الله يظل أنه محقق للتوحيد ويكون لدي شيء من الشرك ولا جاء طيب الباب الخالص باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله كان يقول لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد أن يدعو إلى ما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يسبيل طريقة محسنة إلى الله طريق واحد ويطريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلام الصالح أدعو إلى من إلى الله إخلاص على بصير عن شر أنا ومن اتبع فالمتبع حقا للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن أدعو لما دعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام فما هي شروق الدعو لماذا أرد المؤلف رحمه الله هذا الباب أراد أن تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأراد بهذا الباب أن يبين أن المحقق للتوحيد لابد أن يدعو للتوحيد هذا واحد الثاني أراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة فرد عليهم بهذا الباب أنه أول ما يدع عليه التوحيد نعم إذا العقد الباب رحمه من الأن정 حولي سببين أرادا يبين المحق للتوحيد لابد أن نجعل للتوحيد وأرادا يرد عليهم أن تقول أنه أول ما يدع عليه الصلاة فما هي شرط الدعوة شرط الدعوة خمسة الأول الإخلاص قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الثاني العلم الشارع أدعو إلى الله على مصيره العلم الشارع قلنا هناك مسائل أن تموقن منها من أبل منها أنواع التوحيد معنا شهادة الله تعلمها الناس لا أشياء أنت جاهل لها أو عندك فيها شيء مسائل الطلاق والنكاح تتكلم فيها لا يحرم عليك أن تتكلم في هذا كلام فأنت الموقف منه 100% يعلموا الناس لماذا تعلموا الناس التوحيد ما الذي يبنى هذا يقول عندنا في بلادنا وناس يعلموا شاقب ويمنعوا أنا من تعليم التوحيد ولا نستطيع أن نناقش ونناظر وكذا كم عددهم كم عدد السكان عندكم قال عندنا تسعة مليون كم كم مليون تسعة ملايين عندهم طيب المشاربين كم اعتبرهم اعتبرهم هو يقول ما يصل نسبة لي اعتبرهم أربع مليون كم بقي معكم خمس مليون يا خي خذ منهم ألف وعلمهم التوحيد لأن يهدي الله بك رجل واحد الذي معرض لكم خذ غير الذي بحوالكم خذ غير صح يا نعم الله أخبرنا كلم رسالة شريف قرص رسالة عبر الأنتظر رسالة عبر الجوال خير لك من حمر النعم تقدر تقدر على هذا تقدر سهل جدا الدعو إلى الله في هذه الأيام ويسر الحمد لله بالوساء بهذه طيب علم شعري الحتمة كما قلنا لكم مثلا في قصة النصوال للنجاة للضحاك بالمجزن حكم خذوا على سبيل أربك بالحكمة والمعاوزة العسامة الرابع معرفة حال المدعو معرفة حال المدعو إنك تأتي قوم من أهل الكتاب الخامس الصبر لا تظن إن هذا الطريق تجد يعني مفروش بالورود والناس قلوا تفضل لا قد تضرب قد تضرب يتكلم عليك البعض لنع دق عليه الباب وفتح هذا الباب قل ماذا تريد خلق أريد نعطيك هذا الرسال دعو إلى الإسلام فأخذ هذا الصيح وأشتب وبسق في وجهه اشتصنا أو سلام معك واحد ما شاء الله ترد عليه يسح بعد فهذا عندما هذا بسق في وجهه وكذا وسبق وكذا مسح الوصار من عي وجهه قال يارض قال يارض لك الحمد وذيت في سبيلك هذا كان يعني أشن فأمسك هذا وأخذ يعتذر منه وأدخل إلى البيت وقال الذي تريد يعني تكلم به الآن ادعو إلى سبيل لربك بالحكمة والمعرضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما قال حسن جادلهم بالتي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي حسن لا أحسن ما عندك تخاطب لي رد هذه حكمة في الدعوة صمت إذا لامد من هذا الأمر الخامسة عند من هو ما يصبر اليوم الطالق هنا الطالق هنا أحفر لا أخي يتركني هذا في الدعوة ما يصبح طيب آهل إخلاص علم شرعي حكمة معرفة حال المدعو الصمي هذه هي شروق الدعوة لله يالله من يعيد لي ما أخذنا من أول درس أول درس أول شيء أخذنا معهم بسم الله قسمنا كتاب التوحيد أخذنا لماذا ندرس التوحيد الثاني ما هي فهرس هذا الكتاب نعم أول مقدم المقدم تحتوي على خمسة أمور تفسير التوحيد خسر التوحيد بضده وضده كثير من الأشياء بطلان عباده بطلان عباده ما سوى الله أراد أن يأتي بالأدن والبراهين أنه لا أحد يستحق العباد إلا الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولا الملايك ولا الصالحين ولا غير أراد المبين سبب الكفر حتى لا تقع فيه وحتى تعرف أسباب وقع الشيط في الأمة حتى تعلمها الناس وتجتنمها خامس نعم أراد أن يرد ويدحب حجة ويقول أن الشيط لاقع في الأمة وفي الجزيرة أعمال الشيطانية أعمال القلوب أسماء الصفات المناهة اللفضية للفضل الشركياء وبعد الشركياء الخامس الفخات ختم الله أنا أولكم التوحيد طيب ما غيره لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب كتاب التوحيد سبحان الله بسم الله نعم نصيحة العلماء حسن التبويب والتغطيب والتسنة اجتمع على ذننا من كتاب والسنة إمام معاصر أثناء العلماء علي كثرة الشروحات علي مجتمع على ذننا من كتاب والسنة فقط لم يدخل شيء من كلام ركز على توحيد الملوهية نتجاه الربوبي وأسماء الصفات رد على الشبا التي يأتي بها للشرك في زماننا نعم وغيره هذا كثير فتح الله بعدها فقط نعم طريقة الشرح للكتاب أو من أحسن الشرحات على هذا الكتاب قلنا القرم فيه ولو يأتيك من يأتيك اليوم يقول لك خذ شرح كذا خذ شرح قل لا أنا الآن أدرس قرم فيه بعد انتهى من الدراسة اختبر فيه أخذ الشرح الثاني مفهوم تسعى هذا الطريق نعم القسم الأول القسم الأول أشي اسمه القسم الأول استرحنا أن نسميه هذا الباب الأول باب وجوب التوحيد لماذا لم يكتب المؤلد رحمه الله تعالى مقدم الكتاب نعم لأسباب منها أولا سقوط قد يخل سقوط طوال الكتاب التوحيد الله تعالى بعد الباب الأول الباب الأول باب وجوب التوحيد باب وجوب التوحيد ما الأدل على وجوب التوحيد قلنا أغلب الناس يعني يعلموا هذا لكن الإشكال في التطبيق خلقت لتأكب وتشعر وترعب وتنام وضربنا لكم مثال من قديم قلنا أخذ هذا الجهاز وأخذي أحفر به الأرض ماذا أقول عنه ما شنون هذا الجهاز للاتصال للتسجيل لكل أما أحفر بالأرض ما شنون أنت خلقت حتى تكون عام إذا اشتغلت في هذه الدنيا بعبادة الله سعد وغير هذا شقاء ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة الله كون أحشرهم من قيمة يا عام إن الباطل كان زوق لأن هؤلاء يقول زهقوا طفل صحي وقلنا لا تسمع بفضل الله إلا شيء نادر ونادر بحكم الله أنه أحد انتهر في المسائد أو في مكة أو في المدينة يعني في مسد النبو وفي مسد الحار وتجي يعني حتى أنشع من النادي من كثرة الانتحار في أماكن يدعي يدعي هؤلاء أنها أماكن لماذا؟ للسعادة ولكن التقية هو السعيد وما خلقت الجن والإنسا إلا ليعبدوهم معنى يعبدون يوحدون قول ابن عباس رضي الله عنهم كل عبادة في القرى معنى التولي يا أيها النسو عبدوا ربكم وحدوا ربكم وعبدوا الله وحدوا الله ولا تشركوا به شيء ولقد بعثنا أي والله لقد بعثنا في كل ممة رسول إذن دين الأنبياء واحد وعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وقضى ربك ألزم أن لا تعبدوا إلا إياهم وغالدين محسن طيب غير هذا من الأدلة الباب الثاني الباب الثاني إخواني الباب الأول باب وجوب التوحيد ولماذا خائف الفاسباك هكذا نعم فاضل بالتوحيد هل معنى هذا أنه مؤلف رحمه الله تعالى ياوان التوحيد ليس بواجب لا ماذا ياو أن التوحيد يوجب الواجبات وقدم الباب الأول وذكر فضل الشيء يعني الشيء نسب واجب صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس أو بسبع عشرين درجة وهذا لا يعني نصلاة الجماعة ليس بواجب بل هي واجب بل شيخ الإسلام يرى أنها شرق صحة الصلاة من صامر رمضان إيمان واحتساب هل يعني نصير رمضان ليس بواجب بركم من أركان الإسلام ما هو فضل التوحيد فضل التوحيد أنا هو أخرج الناس من الشرق الشرق استقرار الآمن والهدايا أركم علينا تكثير الحسنات تكفير السيئات سرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم دخول الجنة والسلام من فتح الله علي لا تعود الباب الثالث نعم ما هو لماذا أتبه هذا الباب لماذا جاء لهذا الباب تحقيق التوحيد الباب تحقيق التوحيد أنه عرفت أن التوحيد واجب وأوجب على Choiib أبيين لك فضل التوحيد تشوقت والنجاء باب فضل التوحيد للتشوير يريد تشوقك لدراسة التوحيد لأن هناك من ينطر أن ننفرك عن دراسة التوحيد توحيد على هنا لدين ندرس التوحيد وأنتم تكفرون الأمة وأنتم كان وأنتم مهابي الثالث تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من الشرب والبدع والمعاصر ويكون تحقيق التوحيد قول العمل والاعتبار كيف نحق الله لغاية الباب اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام طيب قلنا أثنى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر عنه أمور ستة في الآية ولابد أن تقتدب إبراهيم فيها وهي أم أي إمام قدوة يقتدى به أم إمام يقتدى بالك كثير الطعام ما تدوم عليه إذا لم يجب أن تخلق قدوة للآخرين تكثر من الطاعات مع المدامعين لله تخلص لله سبحانه وتعالى حنيفة حنيفة تقبل على الله وتذبع عن الشرك براءة من الشركة أهلك شاكر لا نعم ستة أمور والذين هم بربهم لا يشركون في الحديث قال لا يستقلون لا تلبون الرقم غير ولا يكتبون الكيم معروف ولا يتطيرون التشام سيأتي معنا بركان لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكرون صدق اعتمد على الله سبحانه وتعالى مع الثقابين والأرض بالأسباب المشروع بعدها الباب الرابع الباب الرابع نعم باب الخوف من الشرك لماذا جاء بباب الخوف من الشرك؟ نعم الله يفتح عليك لنقدم هذه الآية ولأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الإمام الذي أراد منك الاقتداء به في تحقيق التوحيد أرده هنا يا خاف أنت من بغي أولا كيف تطرف من الشرك؟ ولأن الإنسان قد يرى أنه محقق للتوحيد ولم يحقق نعم في الدورة الماضية كنت أذكر للشباب يعني ما يوجد في كتاب التوحيد من تعليق الرقاة والتماعي والتطير وكذا واحد قال لي قال سبحان الله كان من اليوم عرف من التوحيد هذه الحمومة كلها كنا نقافل هذا من تنبيس الريس على الناس أن يرى أنه محقق للتوحيد ولم يحقق نعم مثل هذا الذي يطف حول القبور يظن أن هذا هو التوحيد وهذا هو أنه ما تعبدونه من دون الله حصب الجهنم أنتم لها والدكم نعم كيف يخاف من الشرك الدعاء دراسة التوحيد دراسة الشرك حتى لا نقع فيه البراء من الشرك وأهل البعد على كفاء الباب الخامس ما شاء الدعاء لشهادة الله إله نقول لماذا أورد المؤلف هذا الباب قلنا كل باب يأتي بعد تحقيق التوحيد ومن تحقيق التوحيد لأن المحقق حقا للتوحيد لا بد أن يدعو لما دعا إلي الله عليه الصلاة والسلام والشيطان ترى يخوفك ما يريدك تدعو تعلم الناس التوحيد هذا يرى إنسان يعشيك وكذا يتيش يطاق الله أتدهم إليه قد يصنع بك وأصنع بك وأصنع بك وأعطناك مدال لله هذا الذي يدقى على الباب ووسط برشه طيب نعم الدعاء شهدت الله إله الله ما يشهد الدعاء أولا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لسببه أراد أن يبين المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو إلى ما دعا للنبي عليه الصلاة والسلام أولا والثاني أراد أن يرد ويدحظ حجه من يقول أن أول ما يدعي عليه الصلاة فأراد أن يبين هذا نلابد أن نسير على ما سوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معادل اليمن وقال له يكون أول ما تدعون إليه وأنا سمعت أنه بعض الناس عندما الدورة هذه كانت في التحيق قالي آخي توحي عرفنا أي شيء يعطينا هذا في التحيق أما أن يدلسنا كذا وكذا أو لا ولذلك كتبوا في الدورة والفرائل فرائل أي شيء يا رجل قبل أن نعلم هذه الفرائل التوحيد صحيح بالله وإذا ذكر الله وحده وشمعز تقلوا بالذين الذين يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قش لو أتي درس الفرائل والتوحيد غير موفي ما يصب صح خل الأموال تذهب ما في شكل لكن لا يدها بالتوحيد بعدها شروط الدعوة شروط الدعوة خمسة نعم أقول لله الإخلاص الإخلاص قل هذه سبيلي أدعو إلى الله العلم العلم الشرع على بصيلة المعرفة حال المدر إنك تأتيب قوم من أهل الكتاب الحكمة الحكمة دعو لسبيلي ربك بالحكمة والمعادة الحسن والصدى سورة العصر الصدى فتح الله عليك طيب هذا الأبواب قلنا كالمقدمة لكتاب التوحيد بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى القسم الثالث أراد أن يشرح لك التوحيد يبين لك التوحيد تفسير التوحيد يفسر لك التوحيد وفسر التوحيد قلنا بضده وبضدها تتبين المشيئة طيب تراجع على هذا الذي أخذناه وسلمت الأوراق والمذكرة للكل اليوم اليوم متى اليوم سلمنا الدروس المهمة اليوم البقية لا سلمت من الدروس المهمة اختبار استأمن طيب من هنا على شروطين صلاة الظهر الذي لا يأتي من الأوراق كاملة محلولة إما الموافقة والمفارقة الأخ يقول العدد كثير ولا بد يعني أن يكون هنا أحد كبش فداء يعني يضرد من الدورة نهضرد نهضرد ما جئنا لنلعب فمعكم الآن لتزداد الدروس إشكالهم صح اسمعي ما في إشكال تأتي الأخونا ولا علا كلا تقول أكتب لي ما في إشكال المهم تكمل الأوراق تعرف تكتب لا تعرف شيء من الأسئلة ترجع إلى أحد الطلاب يعينك فيها إن شاء الله المهم الكل يكتب أنت تعرف تكتب هذا اللي يعلم أكتب تعلم تكتب لا حتى لا يضرد من الدورة اتفقنا سلاة الظهر سواء كان في أو في المسجد هنا الأوراق الكاملة هذا يوصل طيب نهضرد نهضرد ماتفقين على هذا الحمد لله طيب نريد أن يكون أنت سعد قليلي من في السكن نهضرد فأنتو تعالوا فيه غينكم تكتب الآن كل الموجود حتى لا يعرف مثلا يكتب اللغة العربية يكتب لفظ حتى إذا رجع يعني يعرف كيف يضاي وكيف كذا وتستقي من الشارع في شيء آخر في اعتراب ما في اعتراب الحمد لله شيخ الإسلام من تيمد رحمه الله تعالى يرى أن زيارة المساء للقبور كبيرة من تباع للقبور في مساء الأخوان يعني قد تلتبس على بعض الناس فاشتسر اشتسر وانطالب هذا الآن لو يريد يبحث في زيارة المساء للقبور الله يعلم يدرس عشر أيام ولا يفهم شيء فالنهان ومحتر مثل جاءني اليوم طالب من الطلاب قال والله تعب أتعبون الشيخ قال أنزل عن يدي يأتيني واحد وقل لا نزل على ضكبتين أنزل على ضكبتين يأتيني آخر وقل كذا وهذا يدخلني أدلة وهذا يدخلني أدلة وهذا يدخلني علماء وهذا يدخلني علماء وأنا والله احتررت حتى أحيانا أظن أنه خوف من غير الله وصلي وأنظر الذي بجانب ينزل عن يدين أنزل حتى لا يعني أصنع ما أستطيع أن أداري في دين الله فقال لكن الآن أنا مرتاح الحمد لله من الجميع الشباب ما أحد ينكر عليه الذي ينزل على يديه يظن أن أنزل على يديه لماذا؟ قال أنزل على الأربع هذا الحال بعض الشباب اليوم يعني المحترى هو يا أخي المسائل الخلافية أنت طالب علم ما تستطيع البحث فيها الآن والله ما تستطيع يا أخي حيرت علماء هذه المسائل صحيح ثم تأتي في المبحث يقول هذا الدليل عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا كذا وهذه المسألة تحتاج إلى كذب وهذا مستقيم ما يفهم هذه المسألة فماذا يصنع يبحث عن إمام إمام مو فلان مع الله لا ما يصنع يبحث عن إمام عال يثق بدين وعلم أخذ بقول الآن مؤقتا كالأكل من الميت ما يستطيع الآن البحث في المسائل لا مراجع حتى ما يفهم مصطلحات العلماء ما يفهمها أصلا وفي أولى الطالب فيأخذ بقول الآن إلى أن يفتح الله عليك مسألة كثيرة الآن خلافية هي مسألة واحدة أمس يقول لي القراءة في السيقية أو في الجهرية وهذا نزول على يدين وركبتها قول بعد أنت تعرف في مسائل هذه دائما يعني النقاش بين الطلاب أن قابل ما عنده رفع من وركوع من زل عيد ولو تسأل عن كان الصلاة شرطة الصلاة ما يعرفها أن هذه هي الأهم هذا مسألة نعم بحث فيها العلماء وكذا لكن أنت أتشغل نفسك الأنبياء ابحث عن إمام عالم تعفظ بقول للعلماء مرحبا إلى أن نفتح الله عليه ونستطيع البعض المسألة لا بل البعض أكثر من هذا قلنا داعي يأتي ويكلم هذا وقل اسمع ترى لا تنزل على يديك هذه المسألة كذب وأنا حققت هذه المسألة من معي الإمام أحمد ويأتي لأمه أو لزوجته قال اسمع هذه المسألة أنا حققت فيها واتضح لي بعد البحث بالتحقيق والسبر للنصوص وكلام علماء السلف أن الراجح فيها كذب تقول طيب سمعنا وطعا بعد أسبوع أتيها قال اسمع المسألة التي ذكرت مرجوحة وترجح لديه بالأدلة والمشتهد مشتهد رجل والله لا يعرف ما هو الاشتهد قال والمشتهد قد يرجع من قول إلى قول إذا تغير الأدلة وتغير الاجتهاد والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الأول فتسمع كذب تقضي السمع عن أربعة بعد تجد وحال حال الطلع يوم تجد وعا يدين ويوم تجد وعا رخبتين من أوم على الأربعة من أوم على كده هذا دين يعني هذا عندما كان ينزع عن يديه كان له سلف وعندما كان ينزع عن رخبتين كان نوزع الآن ينزع عن الأربعة مبتدع يخاف من غير الله يصل لك حتى هو في نفسي غير مرتاح ينظر للذب جانبي داخل سبحان الله هذا ننزع عن ذلك ننزع عن أربعة ما نسح فأنت تكون على طريقة مثلا تقول والله أنا أضع بين وبين الله حجة مثلا الشيخ الألباني الشيخ العظيم وتجد البعض يعني اسمحوا لي أن أذكر هذه الكلمة يعني البعض يأخذ بأقوال البعض رحمه الله دعنبها يأخذ بقول أقوال شيخ الإسلام قال الله أنا أخذ بأقوال شيخ الإسلام بكل مسأل إلا في مسألة واحد يعني الشيخ الإسلام أرى الله أنه ترك النكاح من تتبع الرخص تزند الشيخ الألباني مثلا كان عندنا رحد الشباب في الحج ينكر على من لم يطف طواف الإفارة في يوم العيد ينكر عليه أنه لا بد أن يرجع للإحرام قدر الله عليه أنه جاء داخل وقت المغرب ولم يطف وجنته بثوبه قلت يا أخي أتعبتنا وأتعبت الشباب وكذا وأنت لا قال لا أنا أقول بالقول سبحان الله أنت اليوم كنت تتكلم لهذا ما تنكر فلماذا يعني إخواننا هذا دين والفتوى لها كبار علم وأنت طالب يا أخي قف عند حدك يا صحيح هذه المشكلة والله حتى والله أصبح هناك من حتى تتكلم حتى على الشيخ الإسلام صدق جاء لي بعض الطلاب وقال أنه تأتي عندنا من يداول قلت طيب ألهم في الكلام اسمع بالله اسمع إلى هذا في الكلام ذكروا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والله عندما ذكروا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني أنا ما استضيح أن أذكر الإمام إلا أقول إمام رحمه الله إمام من أمة أهل السنة والجماعة فقال لا أبو حنيفة هكذا بدون ترحم بدون إمام قال أبو حنيفة كذا قلت يا أخي شيخ الإسلام ابن تيمين أثنع للإمام حنيفة رحمه الله وذكر مناقب الإمام كذا قال لا لا شيخ الإسلام ثلث كلام شيخ الإسلام هذا لا يعتبر أنا أبحث عن عصى عن شيء ما عند شيء وأنا يعني ما استضيح تعلم ما فيه فقلت له يا أخي الإمام الذهبي رحمه الله قال في ترجمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن أحب أبو حنيفة من الإيمان والله نتقرر إلى الله بمحبة الإمام أبو حنيفة ولا ندع عصمًا لمعاصم الله أنبياء ورسوله علمه الصلاة والسلام قال لا ذهبي يعني يبالغ في التراجع قلت من معي يعني قال إمام أبو حنيفة ما اقتضيته شيخ الإسلام أخاف أن تهدم لي كل أئمة الإسلام هذا هو واقع الطلاب اليوم الشيخ ما يبالغ أحد والله لو تسألوا تسألوا عن أدنى المسأل مثل عن أدنى المسأل يعني مثل في ترجمة الإمام أبو حنيفة يعني هؤلاء العلماء عندما تكنوا بعض المسأل تسألوا عن هذه المسأل والله ما يدري عنه ما يدري يعني هذه المسألة عندما تسألوا عن هذه المسأل هو لا يدري ولا سوف يعدوا تحرير هذه المسأل ثم يعني الآن أم الأخوات أم الأربع صدق والله أنا ما أتكلم هذا الكلام إلا عن ما كان عليه علماء السلم يخنظر إلى الشيخ الإسلام انظر إلى كلان إلى علان إلى كذا إلى كذا الشيخ من عدمين الشيخ الألباني فأمة الإسلام كلهم يثلع على ما بحليه رحمه الله وانت تأتي يعني تركت هؤلاء كلهم وما بقي لك في العلم معلش ما بقي في العلم إلا أنت تتكلم في الإمام الحليفة رحمه الله عجيب والله عجب لو تسأل عن الإيمان لا دعا فقلت له طيب تعرف شيخ الإسلام قال أنا علم قلت كم لشيخ الإسلام مؤلف كم ألف شيخ الإسلام من المؤلفة فرجع هكذا فقال ما يربو يعني يتفلسف عليه قال ما يربو على خمسين مؤلفة قلت مسكين شيخ الإسلام خمسين مؤلفة شيخ الإسلام له أكثر من ألف مؤلفة اسمع عد لي عشرة من مؤلمات شيخ الإسلام ما استطاع قال لي قال بعضا يقول الحموية والحموية الكبرى حموية حموية وكبرى هذا معنى أنه ما يعرف شيء كتب شيخ الإسلام والله فبعد الطلاب لم يع لا ما قرأ شيء الكتب ولا كذا ويبدأ تكلم في الأمة تكلم في فلان تكلم في علا يعني لابد أن الواحد من أعرف أنه هذا دين الآن في الطلب في الطلب لو جاءنا هذا الآن هذا يدرس في الطلب وبدأ تكلم في الطبيب فلان وعين وهو يدرس في الطلب تقبل من هذا الكلام ها والله ما تقبل من هذا الكلام تقل يا أخي عندما تنتهي إن شاء الله وبعد هذا تصبح كذا وكذا وتغتقي بعد هذا تتكلم الآن ما تتكلم مثلك ما يتكلم أين في الطلب أما في الشريعة تتكلم من هب ودر والله سبق في قاعدة يذكرها نوعهم يقولون من العالم يعرف العالم ويعرف الجاه لأنه كان يوما من الأيام جاه وهو الآن عالم فهو يعرف العالم أما الجاه لا يعرف العالم لأنه لم يكن يوما ما عالم فكيف أخي ترجع في الكلام على إمك إلى إنسان لا يعرف شيء من الدين أصلي ولو ردوا إلى القسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين أستمروا ضمنهم ولولا فضروا عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أصبح تنغيب التوحيد تصدى العلماء لهذا قالوا كيف تكتب في هذا كيف تؤلف قالوا من نانع من التالي قالوا يا أخي هذا الكتاب كأنك أنت تفتح باب الأهل البدع وتقول لهم هذا أي المؤلف يرد عليكم وهو منكم ما بقي إلى أن تؤلف من أحاديث الضعيف في كتاب التوحيد يا أخي ألف كتاب أكتب فيه تخريج الأحاديث الوالدة في كتاب التوحيد صحيح أما تكتب الأحاديث ضعيف معنى هذا أنه أكتب التوحيد فيه أحاديث ضعيف وهذا السلاحي يكون الأهل البدع من 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 رجل من أهل السن يا جماعة مشكلة هذه فقد تكون آخر آخر كلمة الجعب من الدر والجعب من صفا واصل من عضا هالرؤوس فرق ضع صحيح هل عندما خرج الجعب أو الجعب أو واصل من عضا عندما خرج هل اعتقد أنهم في يوم من الأيام يكونوا رأس لفرق ضالة لا ياخد تبي قد تكون أنت رأس لفرق ضالة وانت ما تدري صحيح وكلك تعب أتباع وصبح مذهب وقول وفرق ضالة فإخواننا نحن الآن دورنا نطلب العلم ولا تشتغل بهذه الأمور ولا تشتغل بهذه الأشياء فلن يفضل بالعلم نسير على ما سر عليه علماء لا تتكلم إما كن على فتوى كبار العلماء ترتاح وتروح غيرك الله اشتغل بنفسك لم يسمع قض في مجلس مجال الشيخ الإسلام شيء من الغيب والنبي كانت مجال الشيخ الإسلام عاملة بذكر الله إذا دخلت داخل إلى مجال الشيخ الإسلام اتعب مع أنه مجال الشيخ الإسلام كلها علم لست بوعا لأن الدروس العلمية وعظ وزيئة فكانت أقول إذا دخلت داخل ذكرتوا هذه المجال اسم الله سبحانه وتعالى فلابد أن تكون مجالسنا في هذا أما الليلة تتللم فيها ولا إما هذا أو في الشأن شأن النساء كلام بين الطلاق بين عم ما شاء الله لو قلنا الدورة هذه في كتاب النتحة أقول ما تجد ما كان في القرية كلها الله سبحانك الله وحمد وحمد